عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعاً لاستعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلة للموارد المائية وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة وخلال الاجتماع تم استعراض موقف أعمال تطهير الطرع والمصارف وجهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات وذلك لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل كما تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوزارة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول وموقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها للحماية من الأخطار